أعادت رئيسة الوزراء البريطانية تأكيد بريطانيا من جديد على دور المملكة في محاربة الإرهاب والتطرب أثناء إحدى جولاتها في الحملات الانتخابية عندما سئلت عن زيارتها الماضية إلى الرياض حيث قالت مي أن بريطانيا على صلة مهمة بالسعودية لأن التصرفات التي تتخذها السعودية أنقذت بالفعل حياة أشخاص هنا في هذا البلد جابت رئيسة الوزراء تريزا مي عن مثل هذا السؤال في وسط هذا الزخم المتصاعد للانتخابات يعني شيئا واحدا أن هناك لوبهاد بدأت تتحرك في بريطانيا على ما يبدو أن قطر تقف وراءها من أجل تحريك ملف وصم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب وإزالة هذه التهمة من على كاهلها وسط ضغط رهيب تعاني منه الآن من جيرانها الخليجيين ومصر أعتقد أن العقل الحاكم في بريطانيا اليوم بدأ يدرك أن المملكة العربية السعودية وهذه التهم المعلبة والجاهزة والتقليدية التي كانوا في السابق يلقونها على المملكة العربية السعودية صارت اليوم بلا معنى لأنهم يدركون أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط واليوم هي من تقود التحالف الذي يحاول قطع خطوط التمويل التي تقودها قطر للجماعات المتشددة في كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن تيريزا ميال التي ذكرت أن السعودية عانت هي نفسها من الهجمات الإرهابية وفقدت بسببها الكثير من الأرواح ترى أن المملكة لها ثقلها المهم في الشرق الأوسط لسيما بعد إقدام المملكة على إنشاء مركز اعتدال لمكافحة العيدولوجية المتطرفة الدين الإسلامي نفسه ينبع من السعودية فبالتالي هذا تأثير معنوي قوي جدا على نفوس الناس ولهذا تصور أنه سينجح وخاصة أن الدول الأوروبية ستساعد في ذلك والسعودية معروفة بالاستمرارية في السياسة بتاعتها يعني لا تتغير وتززبزب في السياسة بتاعتها فبالتالي الغرب يعتمد عليها في الحركة للأمام للتغير الاجتماعي في المنطقة دور المملكة العربية السعودية في التصدي لظاهرة الإرهاب بات جليا للعالم الأمر الذي أغضب مموليه في المنطقة تأكيد الحكومة البريطانية على دور المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتطرف ومساعدة حلفائها في القضاء عليه يأتي بمثابة لجاب لأفواه لطالما تشكك بذلك بدر العازمية الإخبارية لندن